إخوتي يا خواتي أبناء وطني الحبيب كيف ما تعرفوا الجلسة العامة متاع المحكمة الإدارية قبلة التعون اللي اتقدمت بها وأقرت في جلستها العامة بصحة ملف ترشحي بالنسبة للانتخابات الرئاسية متاع 6 أكتوبر القدر من جديد نحب نتواجه كل عبارات الشكر والامتنان الكل من ساعدني على تجاوز جبل الصعوبات والعرقيل اللي تحطت قدامي منذ عبرت علانية ترشح بالنسبة للانتخابات الرئاسية فيهم فريق قانوني متميز وفريق حملة يعمل بتفاني وإخلاص وبرش أصدقاء ومواطنين مش قبلين أنه يخليوا بلادنا ينخرها العجز والفشل والإحباط ونحب المناسبة هذه نوجه كل الشكر للقضاء الإداري ليس فقط لأنه اجعلني نتحصل على قرار يعيدني للانتخابات الرئاسية بل لأن هذا الصرح اللي أقام بنات الدولة الوطنية الحديثة باشيبقى من مفاخر الجمهورية اللي يحرس الحقوق المدنية والسياسية ويدفع العبث عن الدولة ومقدراتها أخواتي أخوتي عمري مشكيت وتظلمت وتقمست هو بالضحية ولكن الوقاعة عنيدة وما تكذبش منظومة الشعبوية مستهدفة ومستهدفة كل من أنخرط معي في معركة الأنقاذ والإصلاح وثم إرادة إقصاء واضحة بداية منذ أشهر أولا بالعمل على تلفيق القضايا الخاسرة ووقت اللي يمشي ويحفر ويمشو في مسيرة طويلة عمرها عشرات السنين في خدمة الدولة والوطن ومرقوا شيء يقدموه القضاء وأثبتوا والحمد لله من غير ما نطلب منهم ذلك نقاوة السيرة متاعية ثم ذكروا مليحة كيفاش وكالة تونس أفريقيا الأنباء قامت بحجب خبر إعلان عن الترشح متاعي يوم أربعة جويلة والجدل اللي رفق الحدث ومن بعدها منعي من الحصول على البطاقة عدة ثلاثة اللي أدنته المحكمة الإدارية وإسقاط هيئة الانتخابات الترشح متاعي باستنباط معطيات غير وجوبية في نص التسكيات الشعبية والتعسف في علاقة بأجال تقديم التسكيات النيابية وحملة الكذب والإفتراء والتخوين اللي قودها بعض المنسوبين المنظومة ضدي وضد النواب اللي كانت عندهم الشجاعة واعطاوني التسكيات المتاحة وإطلاق بعض الغربان الناحقة وتلك النفوس المريضة والأقليم المأجورة من الداخل والخارج اللي ترتزق من الكذب والسب وهدك العراض عبل وسائل التواصل الاجتماعي ولعل آخر وربما أخطر التجاوزات المفضوحة في حقي وصل لحد التهديد بعدم تطبيق أحكام القضاء الإداري من طرف عيئة الانتخابات اللي يظهر رئيسة في حالة من التوتر القصوى دقائق قليلة بعد قرار الجلسة العامة فعلا ما اكتفاوش بكل أشكال التضييقات اللي اذكرتها البارح مشاولي بعيد واصبحوا مسعدين لتقويض أركان دولة القانون من أجل إقصائي كل هذه المحاولات البائسة باش تتحطم بحول الله أمام إرادة التغيير اللي صارت عند أغلبية التوانسة وما هي شي باش توقفنا بل باش تزيدنا بحول الله عزم وإسرار على الاحتكام إلى التونسيين باش يختاروا من هو الأجدر بقيادتهم وتقول محكمة الشعب المرة هذه كلمتها الفصل في شكون كذب وخان الأمانة وفرت في سيادتها شكون اجعل لبلاد حارس أمين لمصالح اللي يدفع ثمن ويتجاه الانتهاكات وشكون حررنا مبادوزا واملاي العامرة وشبنيانا وشكون تنكر القسم والدستور ودولة القانون والمؤسسات وانفرد بالحكم وقمع معارضيه وكل من خالفه الرأي وشكون انسى العهد والوعد بتحسين حياة الناس فعمق الفقر في البلاد ورفعها في أعداد البرباشة وملتقتي البلاستيك والخبز وشكون اجعل الهروب من تونس حلم 80% من شبابها وخيرت كفاءاتها وتسبب في نزيف باش تعاني منه بلادنا لأجيال بالأمس خسرت الشعبوية معركة المصدقية واليوم خسرت معركة القانون ويوم 6 أكتوبر باش تخسر بإذن الله معركة الصندوق يعني معركة الإرادة الشعبية اليوم بعد ما فاقوا التوانسة بالخديعة الكبرى معركة الأولى مش مع المنظومة وكل مكوناتها اللي بالنسبة لي انتهوا أخلاقيا عندما كذبوا على الشعب وعندما فتحوا السجون لأصحاب الرأي المخالف وعندما أعيتهم الحجة فعلقوا الفشل على الخيانة والعمالة اليوم معركة الكبرى ضد الفقر والبيطالة والميزيريا وغلاء الأسعار وتداعية الهجرة من وإلى تونس وانقطاع الكهرباء وانعدام الماء الصالح للشراب المحكمة الإدارية ومن قبلها التوانسة أعطوني الحق باش نخوض أم المعارك معركة الإنقاذ والإصلاح اللي من أولوياتها تحقيق الإقلاع الاقتصادي والعدلة الاجتماعية والسيادة الوطنية أخوتي أخواتي أبنى وطن الحبيب المعاركة هذه نحب ننخوذها معكم ومن أجلكم وبحول الله مع بعضنا واثقين تونس ردوها خير في عامين ربي يحفظ تونس شكراً لكم حبيبا كامل